موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أتقدم بالتحية والتهنئة لجموع المسلمين في شتى بقاع الأرض كل عام أنتم بخير كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوام كل عام وجميع الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض في عزة ونصرة وأمن وأمان كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يطيب لي في بداية هذه الحلقة أيضا أن أنشر الفرحة والبهجة في نفوس المسلمين خاصة وأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا العيد لكي نفرح فالمقصد الأساسي من العيد هو الفرح بشكل أساسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فحق لنا أن نفرح في هذه الأيام المباركات بعيد الفطر المبارك الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا لكي نفرح به ونسعد بالأجر ونسعد بهذه الأيام المباركات المليئة بالفرح والبهجة طبعا أرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج هذا عيدنا بمناسبة عيد الفطر المبارك إن شاء الله يكون عندنا فقرتين في هذا البرنامج الفقرة الأولى نتحدث فيها عن عظمة الإسلام والتي تتجلى في معنى العيد وفي فلسفة العيد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا وفي الفقرة الثانية إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا ومناسب جدا لما بعد العيد ماذا بعد العيد وماذا بعد رمضان؟ كلنا اعتدنا في شهر رمضان على الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وزكاة وقراءة قرآن وما إلى ذلك من أنواع العبادات المتعددة ولكن للأسف الشديد بعد رمضان وبعد العيد بيحصل نوع من أنواع الفتور وكأن رب رمضان ليس هو رب باقي الشهور فإزاي نعالج هذه الظاهرة للأسف الشديد التي تضرب بكثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض سيكون معنا إن شاء الله في الفقرة الثانية شيخنا وصديقنا العزيز شيخ محمد فهيم الدعية الإسلامية اللي كلكم يعرفته واستمتعته بحلقاته الكثيرة جدا والشيقة والماتعة خاصة في برنامج هذا دينه حيكون إن شاء الله معنا في الفقرة الثانية في الفقرة أولى عزيزي نتكلم عن عظمة العيد هل هناك يعني معنى للعيد الله سبحانه وتعالى شرع العيد من أجله لنا بالطبع طبعا ومن الأشياء الجميلة اللي إحنا كمسلمين محتاجين نحن نتدبرها عظمة الإسلام والعيد هل هناك رابط بين العيد وعظمة الإسلام بالطبع رابط وثيق جدا لأن في العيد مثل هذه المناسبات زي العيد مثلا بتتجلى عظمة الإسلام وبتظهر بشكل واضح وجلي لكل إنسان ليس فقط للمسلم فقط ولكن لجميع الناس في شتى بقاع الأرض بتتجلى عظمة الإسلام على سبيل المثال في حفظ التوازن بين النفس والروح النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أرشدنا إلى كيف نعيش في هذه الدنيا قال إنما هي ساعة وساعة بعض الناس بيأخذ هذا الحديث ويقول والله النبي قال ساعة وساعة يعني ساعة ربك وساعة نفسك يعني ساعة أعبد ربنا وأطيعه وساعة أعصي ربنا ينفيش مشكلة لا طبعا ده مفهوم خاطئ جدا وفهم سيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة النبي يقصد إن الساعة الأولى تكون في طاعة تكون في عبادة تكون في سكون تكون في تدبر تكون في طمأنينة وسكينة تكون مع الله سبحانه وتعالى بكل جوارحك تكون مع الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتدبر الساعة الأخرى هي ساعة الترويح عن النفس فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الترويح عن النفس فيما يرضي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ما يكونش بمعصية الله سبحانه وتعالى وإلا أنا كده بأبني في الساعة التي فيها عبادة وبهدي من اللي عملته في الساعة الأخرى كده لا يتصور عاقل أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أني ساعة طاع وساعة صيان فضل على أني ليس لعاقل أن يفهم أننا اللي أنا أعمله في يوم أضيعه في اليوم الآخر طبعا لا فالإسلام من أسمى مقاصد التشريع الإسلامي هو التوازن بين النفس والروح التوازن بين الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا هو ده الإسلام المعتدل هو ده الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى ساعة وساعة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة هذا هو الأصل ولا تنسى نصيبك من الدنيا إذن في نوع من أنواع التوازن الشديد جدا الإسلام بيقيمه للإنسان أن يكون فيه عبادة ويكون فيه عمل ويكون فيه تدبر ويكون فيه راحة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للثلاثة الذين آتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هو ده الإسلام النبي بيقول لا مش طول اليوم أفضل أصلي مش كل يوم أفضل أصوم العبادة ما تكونش متواصلة 24 ساعة في 24 ساعة بدون أي توقف لا طبعاً ولذلك نهينا أن نصوم بشكل متواصل كل يوم مع هذا رمضان يعني رمضان ده حالة خاصة طبعاً رمضان يعني صوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة وأمران الله سبحانه وتعالى بصيامه كله 30 يوم أو 29 يوم معدى ذلك المسلم منهي منهي أنه يصوم كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فأكتر فترة تقدر تصومها هو في معدى رمضان طبعاً تفطر يوم وتصوم يوم لكن الصيام والوصال كل يوم كل يوم هذا المسلم منهي عنه فده إنما يدل على يعني التوازن الشديد في الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا يكون فيه غذاء للنفس وغذاء للروح التوازن الشديد هذا من سمات الإسلام هو تجلى في العيد العيد إحنا خلاص شوف حضرك الفارق بين رمضان والفارق بين رمضان والعيد رمضان كان شهر عبادة ومسم طاعة مليء بالطاعات والخيرات بداية من الصيام ثم الصلاة والزكاة زكاة الفطر وغيرها من الزكوات وتلاوة القرآن والنوافل المتعددة من يعني حتى عبادات تتصل بالاجتماعيات زي صلة الأرحام بر الوالدين وما إلى ذلك ثم يأتي بعد ذلك العيد لكي نروح عن أنفسنا بعد هذا الموسم الطويل والمرث الطويل من العبادة ولكن لا يوجد في الإسلام شيء اسمه فرحة مجردة أني أفرح عشان عايز أفرح وخلاص لا حتى فرحة الإسلام فيها نفع بتعود على الشخص على الذات وبتعود على الغير يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى شارع علىنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر زكاة الفطر احنا كنا طلعناها في العشر الأواخر من رمضان أو قبل العيد أو في رمضان عموما لحد قبل العيد قبل صلاة العيد النبي بيقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني نطلع زكاة الفطر عشان نغني الفقراء والمساكين عن أنه يسأل ويتذلل في أيام العيد لا أنا عايز أغنيه عايز أكفيه قوة يوميه على الأقل ويكون مبسوطه فرحان مش شاي الهم الأكل والشرب وشاي الهم المسؤولية لا أنا عايز يعني الفرحة تعم على المسلمين وما يكونش حد في هم المسلم شايله فانظر إلى الفرحة الفرحة وإنت بتعطي الفقير أنت بتسعد وبتسعد الفقير إذن ما فيش حاجة اسمها فرحة مجرد أنا عايز أفرحة وخلاص لا ده فرحة مليئة بالمنفعة المشروع لنا كمان في العيد التزاور صلة الرحم الجيران إدخال السرور على الغير كل هذه الأشياء فالعيد هو يعتبر فرصة للترويح عن النفس وفرصة للسرور والسعادة ولكن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فهنا توازن الله سبحانه وتعالى هنا بينبهنا إن لبدانيك عليك حق فإحنا هنا بنروح عن نفسنا وبنفرح وندخل السرور على من حولنا بشيء من الفائدة وشيء من النفع ده أول شيء بتتجلى فيه عظمة الإسلام أو أول درس من دروس العيد الدرس الآخر من دروس العيد وعظمة أخرى من عظمة الإسلام التي تتجلى في العيد هي السرور هي السرور في الحديث اللي ذكرنا عن نبي صلى الله عليه وسلم اللي بقول أغنوهم أغنوا الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم بزكاة الفطر وغيرها من أنواع الزكوات المتعددة حتى الصدقات يعني فهذا نوع من أنواع السرور وسبق يدخل عن حد الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله النبي عليه الص trump رد وقال أحب الأعمال إلى الله أربع وذكر أول واحدة من هذه الأربع قال سرور تدخله على مسلم سرور تدخله على مسلم وإذا لم نفرح وندخل السرور على أنفسنا وعلى من حولنا في العيد فمتى؟ فمتى؟ فهنا تطبيق سنة نبي عليه الصلاة في إدخال السرع على النفس وإدخال السرع على الغير سنة جميلة جدا وقتها المناسب جدا في العيد الناس بتبقى منشيحة الصدر كله بيبقى عايز حتى لو فيه خصومات أو أي شيء الإنسان بيبقى عايز يبادر عشان يزيل هذه الخصومات وهذه الشحناء فأنا بدعو كل الناس أنهم في هذه الأيام المبركات والصدور مشروحة أنه يبادر لو فيه أي خصومة بينك ومن أي حد من أقاربك جيرانك أصدقائك بادر وحتلقي والله هتلقي هو بيبادر معك وتلقي يقابلك بنفس الشعور وأكثر وإعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أربع وذكر النبي أول هذه الأعمال قال سرور تدخله على مسلم ولك الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى فالسرور اللي احنا بنعمله في العيد هذا من عظمة الإسلام الإسلام بيأمرك في العيد وبيأشعر عليك في العيد أنك تدخل السرور على نفسك وعلى من حولك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وهو خير مما يجمعون وأي فضل وأي رحمة نتحدث عنها ونحن في العيد العيد الفطر هو يسمى يوم الجائزة إحنا بنحصد الجوائز من الله سبحانه وتعالى على ما بذلناه في الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ولذلك لا توجد هناك علاقة بين المهرجانات والصخب الذي يحدث في الشوارع في بعض الشوارع من بعض المسلمين وبين العيد أو بين رمضان الشخص اللي بيفرح بشكل حقيقي هو الشخص الذي بذل في رمضان طيب الشخص الذي يفرح بهذي بإهدار أخلاق ويعني بهذه البذاءات هل إحنا معتقدين هل الشخص هذا حتى الذي يفرح هل معتقد أنه بيفرح بشيء له قيمة هذا أدى ما عليه في رمضان مستحيل مستحيل واحد يكون اكتهت في رمضان ويضيعك 30 يوم ولا 29 يوم من اكتهاد وعبادة يضيعه في يوم من شرب بخدرات وكحليات ومهرجانات صاخبة مستحيل ده اللي بيعمل كده يعني 100% هو لم يبدل شيء في رمضان ولا حتى صام في رمضان لكن الفرح الحقيقي والذي يفرح على الحقيقة هو الشخص الذي بذل في رمضان عشان كذا بيفرح وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ده الدرس الثاني من الدروس أيضا التي تتجلى فيها عظمة الإسلام في العيد هو الوحدة والمساواة بين المسلمين طبعا كلنا بنشاهد العنصرية المقيتة التي تضرب العالم بأسره من عنصرية بين السلالات وبين الأبيض والأسود وبين القوميات والأعراق وما إلى ذلك موجودة في كل مكان لا سيما في المجتمع الغربي الذي لا يوجد فيه إسلام لكن سبحان الله انظر إلى العيد كيف تظهر فيه المساواة والترابط بين المسلمين في العيد نحن نعبد إلها واحد وفي كل طبعا كل أوقات وفي كل الأوقات وفي العيد أيضا نتبع رسولا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي إلى قبلة واحدة ونصلي لو جينا نتكلم عن شعائر العيد تحديدا كلنا نصلي صلاة واحدة صلاة العيد وكلنا نخرج في وقت واحد ونستنى بسنع النبي وآداب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد ونلبس الجديد وندخل السرور على أنفسنا تحس كده أن كل المسلمين بغض النظر أنت منين من مصر ولا من السعودية ولا من الجزائر ولا حتى من أمريكا ولا من أسيا كل المسلمين في يوم واحد كلهم بتكسوهم الفرحة تكسوهم البهجة الملابس النظيفة الإدخال السرور المظاهر حتى التزين والتطيب كل شيء كل المسلمين في وقت واحد بيقدوا مناسك واحدة وبتعمهم فرحة واحدة ده مش موجود احنا اعتدنا على هذه الأشياء عشان كده ألفناها أصبحت يعني شيء مش غريب لكن العالم الغربي أول ما بيشوف كده في المجتمع المسلم بيستغرب معقولة فيه شيء ممكن يوحد الناس على على هدف واحد وعلى عمل واحد على اختلاف أعرقهم وأجنسهم ولون بشرتهم وكل شيء أها معقولة الإسلام الإسلام النبي على السلام يقول لا فرقة لا فضلة لعربي على أعجمي إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب كلكم لآدم كل البشر لآدم يعني كلكم لآدم يعني من أب واحد ومعنا نحن لنا أب واحد يعني كلنا إخوة في الإنسانية حتى لو كان شخص غير مسلم فهو أخي في الإنسانية تمام فلا فضلة لعربينا على أعجمين إلا بالتقوى هل ممكن إنسان يعتقد أنه أفضل من أخوه مستحيل النبي على السلام يقول كلكم لآدم يعني أبونا آدم وكلنا إخوة هل ممكن أخي يقول أنا لون بشرتي أبيض أفضل من الإسود أو الإسود يقول أنا لون بشرتي أفضل من الأبيض هل ممكن شخص يقول لأخوه أنا أحسن منك عشان كذا وكذا لا يوتصور أن في أخي يعير أخوه بأي شكل من الأشكال أو يزدري أخوه أو يحتقر أخوه كذلك الأخوة في الإنسانية بتستلزم أني لا احتقار من شخص تجاه شخص آخر حتى لو كان بيختلف معي في الدين أو بيختلف معي في العقيدة أو بيختلف معي في أي شيء في العرق أو في الجنس أو في أي شيء هذا ما علمنا الإسلام وهذا ما يتجلى في العيد بشكل واضح وبشكل صريح جدا طيب من ضمن الأشياء التي نتعلمها أيضا في العيد هو التكافل بين المسلمين طبعا الموضوع ده ممتد مش بس في رمضان مش بس في العيد لكن في رمضان احنا بنشوف في رمضان ازاي الدنيا بتتغير ازاي اني في ناس بتقدم على الخيرات وهذا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ويعتبر هذا قدوة لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما يصفه الصحابة كان أكرم الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وبيصل إلى ذروة الجود والكرم في رمضان يكون كالريح المرسلة يعني بيعطي بيعطي أعطاء من لا يخشى الفقر فاستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه بنشوف كثير من المسلمين في الشوارع في رمضان من صدقات وإفطار الصائمين وموائد رحمن وما إلى ذلك من أشياء وفيها بذل وفيها كرم انظر الترابط بين المسلمين الكلام ده بالمناسبة بيحصل مش بس في بلاد المسلمين فقط بنشوف في بلاد الغربية نفس الكلام والمسلمين في بلاد الغربية كمان بيظهروا هذه الشعائر لغير المسلمين بتلاقيهم في وقت الإفطار على وقت المغرب بيوزعوا التمور والإفطار على غير المسلمين أيضا وقلهم الدين أمرنا بكده أن احنا نكون كرماء في كل وقت وخصوصا في رمضان فالناس بترغب في الإسلام وبتسأل معقولة طب إيه الإسلام ده وإزاي بيحسوكم على كده هل ممكن يعني حضرتكم عارفين أن العالم الغربي بيعترف بالمادية ما عندوش حتة اسمها الروح وما عندوش حاجة اسمها العطاء والكرم لا مدام الموضوع ما فيوش منفعة خلاص أنا أعمله ليه ما يعني ما لهوش أي قيمة لكن أول ما يجد المسلم بيبذل ويعطي بدون مقابل طب إيه المقابل لا والله ما فيش مقابل إنما نطعمكم الوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة احنا بنطعمكم لله وبنبقى كرماء لله سبحانه وتعالى فمعقولة فيه حاجة كده فيه عظمة زي كده فيه هل ممكن فيه عقيدة ودين يغير فكر الإنسان من إنسان نفعي لا يؤمن إلا بالمصلحة إلى شخص سمح إلى شخص كريم إلى شخص بيحب أخوه حتى لو كان بيختلف معاه في اللون البشرة أو في العقيدة أو ما إلى ذلك آه الإسلام والله الإسلام وبكل بطء وهذه من أسس الإسلام يا أيها الناس وإن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا هو التآلف هذا هو تآلف الإسلام وهذا هو دين اجتماعي الإسلام دين اجتماعي يؤمن بالتآلف والترابط بين الإنسان وأخوه الإنسان وبين الإنسان المسلم وأخوه الإنسان المسلم في العقيدة وفي الدين هذا هو الإسلام فنجد أن كل هذه الأشياء وزكاة الفطر التي تكلمنا عليها قبل قليل نوع من أنواع الترابط ونوع من أنواع التكافل بين المسلمين أننا منساش أخويا المسلم في العيد زي ما أنا هفرح في العيد هو لازم يفرح في العيد أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فبنلاقي هذا البركة بتمتد حتى البركة بتعم على الإنسان اللي بيعطي ويبذل في الاسم تسأل لش معنى في رمضان بتكثر الخيرات وبتعم الأفضال من الله سبحانه وتعالى والبركات في آية في القرآن الكريم ربما الكثير مننا عرفها ولكن محتاجين أن نحن نتدبرها بشكل كبير جدا الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تاني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني إذا أحنا آمنا بالله سبحانه وتعالى واتقينا الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات الله سبحانه وتعالى وعد من الله سبحانه وتعالى بيقول لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا ما يحدث تحديدا في رمضان المسلمين بيتقوا الله في رمضان أكثر من غيره بتجد المسلمين أكثر قربة إلى الله سبحانه وتعالى بشتى نواع العبادات من صيام وصلاة وتلاوة قرآن وحسن خلق حتى تلاقي الواحد يقول لك ما تتكلمش كتير عشان أنا صايم يا أخي ما تفطرنيش أنا مش عايز دوشة أنا عايز أحافظ على صيامي فإحنا علشان بنحافظ و بنقرب من ربنا بشكل أكبر في رمضان الخير بيكتر في رمضان ولو أن أهل القرى أمانوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عايزين الخير ده يستمر بعد رمضان نستمر في القربة إلى الله سبحانه وتعالى ونستمر في العيد ويكون في ترابط أكثر في العيد من صلة رحم وتلاوة قرآن وقيام ليل ولو حتى بركاتين وما إلى ذلك من خيرات كنا بنعملها في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير العمل أدوامه وإنقل نتابع لكلنا معينه في رمضان حتى وإن كان بمقدار بسيط جدا طيب دلوقتي انتهت فقرتنا الأولى من البرنامج إن شاء الله نذهب لفاصل قصير ونرجى بعد الفاصل إن شاء الله عشان نلتقي بضفنا الكريم وصدقنا العزيز الشيخ محمد فهيم الدعية الإسلامية عشان نتكلم عن مواضيع كتير مهمة جدا متعلقة بالعيد ونفتح إن شاء الله التلفونات لكي نتواصل مع مشاهدين الكرام ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا كل عام وأنتم بخير